الحقيقة أن الدور المصري هو دور لا خلاف عليه ولا مزيد عليه وحتى يمكن لو نتحدث عن الرئيس الأمريكي جو بايدن تصل برئيس السيسي حتى يشكره ويثمن بالفعل الدور المصري لتوصل لهذه الهدنة سؤال حضرتك يا فندم أهمية الدور المصري للتوصل لهذه الهدنة ويمكن هذه الهدنة هي تعكس الرؤية المصرية منذ بداية هذه الحرب على قطاع غز ما حدث هو بالفعل ما كانت تطالب بها مصر منذ بداية الحرب دي حقيقة والحقيقة عايزة أكد أن الدور المصري من 1948 لا يمكن المزيد عليه لأن مصر لا تقوم بدورها لأنها تريد أن تبدو وكأنها تقوم بدورها ولكنها تقوم بدورها حتى تقوم بالفعل بحل القضية الفلسطينية بإنهاء الصراع والضغوط الكبير على الشعب الفلسطيني الأعزل المدني بالنسبة لسؤال حضرتك وهو سؤال هام ما هو دور مصر في هذه الهدنة؟ كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ منذ اليوم الأول وسيادة الرئيس السيسي بمسئولية مصرية كبيرة وبمسئولية قيادة مصرية طلب ثلاث حاجات وبدأ يعمل عليهم بجدية شديدة وبتركيز في كل دوائر اتخاذ القرار في المجتمع الدولي ودوائر اتخاذ القرار موجودة في أماكن معينة وتحركت مصر في هذه الاتجاهات بقوة وبشكل واضح البداية كانت الإقاف الفوري لإطلاق النار حتى يقف نزيف قتل المدنيين والأطفال والنساء العزل وكان هذا هو المطلب الأول منذ اليوم الأول ثم في قمة السلام المؤثرة جدا في هذا الاتجاه والتي وضعت الضوء على أن القضية الفلسطينية لن يستمر الحال هكذا إلى أبد الضهر فكان المطلب الأول إقاف إطلاق النار وقد حدث المطلب الثاني كان ادخال مساعدات كافية لو لاحظنا كلمة الرئيس سيسي أمس في مجموعة قمة العشرين ادخال المساعدات الكافية وليس مساعدات فقط لأن إسرائيل تريد بعض المساعدات لا نقول الناس دي محتاجة كم من المساعدات الذي يعينها على حياة طبيعية أو على الأقل على تخفيف الأزمة كان هذا هو المطلب الثاني دخول المساعدات وكان هذا هو الضغط المصري على إسرائيل ليس لقبول هدنة فقط ولكن دخول ما يقرب من 300 شاحنة يوميا بحساب مصري أن هذه هي الحاجة الحقيقية لأهلنا في فلسطين وهذا مطلب عادل منطقي ومصر عرضته بشكل رائع وبالتالي استجاب الأمريكا والدول الأخرى بريطانيا أوروبا وحتى إسرائيل وجدت ضغط لأن هذا منطقي ثم تحدثنا عن الحل التالت وهو سيأتي إن شاء الله قريبا وهو المفاوضات لحل الدولتين على أساس حياة عادلة للشعب الفلسطيني والإسرائيلي ويعيش معا على حدود 4 يونيو 67 هذا المطلب المصري والعربي وأن يكون هناك القدس الشرقية عاصمة ولكن حياة هادئة لأن مصر رفضت قتل المدنيين أو الاعتداء على المدنيين أي مدنية ترجمة نانسي قنقر